يعني لو الناس عندها مشكلة عضوية زي التنفس بتاع خلاص و هيعمل عملية هيعملها هيعمل ناس تانية اللي هي بتدور على الشكل الجمالي وده طبعا حقهم ممكن يجي لحضرتك وممكن تقوله لا مش محتاج ان انت تعمل عملية ولا بتسمح كلامه ويقولك دكرا عايز من خيري صغيرة قد مثلا الفنان كذا ولا حاجة اه والله طبعا ده ده كتير بيحصل طبعا اكيد اه ده كتير بيحصل وكتير بنرفض يعني بالمناسبة احنا مش بنوافق على حاجات كتير قوي لان دايما جراح التجميل هو الفلتر اللي يوافق من خلال خبرته ودراسته على الصح من الغلط الغلط اللي هو ايه حد حد عنده حالة نفسية يعني دايما في ناس عندها مش متقبلة شكلها صحيح توقف قدام المراية او يوقف قدام المراية مخنوق من نفسه انا حاسس ان كل الناس بتبص على الجزء ده طبعا ده المشكلة هنا نفسية مهما عملنا له عملية العملية مش بتعالج الجزء النفسي لانه هو هيفضل مشهدي عن نفسه نفس الكلام ان بقى فيه ساعات بعض الحالات بتجيب الصورة لفنان اعمل لي زيها بالزبط او وده لا يمكن يحصل لانه هو لو جبنا برضو الانف دي وحطناها او عملنا عليه او عمرها ما هتنشي عليه صحيح فكل واحد ليه انف مناسبة لابعاد وشه وفيه مقاييس معينة وعندنا كمان احنا يعني ملتزمين بالانسجة اللي موجودة طبعا يعني العدم هنا غير العدم بتاع اي حد الغضروف كذلك الحاجز الانفي كذلك مش ثابت وبالتالي احنا برضو مقاييدين بالانسجة اللي موجودة صحيح ممكن نستعين بحاجات تانية ولكن الخيمة نفسها او الهرم نفسه بتاع الان في اساس اه مختلف من جمجمة الجمجمة وبالتالي هنا لما بنعمل فيها تجميل احنا مش بنعدل على خلق اتربنا عشان فيه ناس ساعدة تقول ايه لا يا دكتور العملية دي حرام اه لا احنا مش بيدخل في الحرمانية صحيح احنا بنعالج المشكلة طفل عنده تشوه معشفة ارنبية لازم نصلحها عشان الطفل ده هيدخل مدرسة وجامعة واي واي مايبقاش منبوز من اللي حواليه طيب حد بعد البلوغ شكل الانف تغير شكل الانف ده ممكن تأثر على واحدة ممكن ما تعفش تتجوز يعني دايما عندها مشكلة ان هي كتير جدا بالتريق عليها وكذلك واحد برضو في نفس الكلام بيكون مرشح ان هو يبقى في وضع او يبقى في وظيفة كويسة ويلقيا هي العقبة ويلقيا هي دي العقبة صحيح تمام وكمان لو كان فيه مشكلة في التنفس دي مشكلة تامنة التانية اكتر خلاص دي حاجة طريقة حد عمل حدثة واتخبط وايوة نسيبه فاحنا مش بنتكلم على تغيير خلقة ربنا ربنا خلقنا فيه احسن تقويم الحمد لله فيه احسن في شكل صحيح لكن الحاجات اللي بتطرق على جسمنا حاجات زي المرض حد يدخن فبالتالي احنا بنخسسه صحيح حد بيحصله تجعيد بنصلحها الانف كذلك حصل فيها مشاكل بنصلحها لكن حد جاي من الباب طبيعي واحدة جاية كويسة يا دكتور انا عايزة شكلي مالخيري احلى اه انا هبقى موزيعة كمام شوانا موزيعة يا دكتور لا انا بقولك على حاجات اللي احنا بنشوفها اه 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 اعايزة يبقى شكلي افضل لا هنا بقى انت كويسة اه هنا ستوب انا بقول لأ انت مش محتاجة تعملي حاجة زي كده خالص لان الوضع ده هيبقى هو ده الوضع الغلط احنا كده بنغير في الطبيعي ولو غيرنا في الطبيعي عمرنا ابدا ما هنوصل لشكل افضل صحيح طيب